بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج إذا صليت هذه الصلاة الآن الله سبحانه وتعالى يهبك عشر أمور كلها فيها خير الدنيا والآخرة مجرد أن تصلي هذه الصلاة الآن ما هي هذه الصلاة التي إن صليتها صلى عليك الملك الجبار وصلاة الله عز وجل بمعنى الرحمة أي أن الله يرحمك ويغيثك ويعينك ويساعدك وكذلك ينظر إليك بعين الرأفة والشفقة لك ولأهلك وذريتك فأولا يصلي عليك الملك الجبار وتحصل على شفاعة النبي المختار بمجرد أن تصلي هذه الصلاة أطلب حاجتك لأنك قد استوجبت شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وكذلك أنت في ذلك تخالف المنافقين والكفار إذا صليت هذه الصلاة فإنك تكون من الذين قد تبرأ من كل فعل يفعله المنافقون والكفار فتكون في حزب الله في عصمة الله في ساحة رحمة الله في ولاية الله وليس في ولاية الشيطان وفي ملك الشيطان كذلك إذا صليت هذه الصلاة فورا والآن فهي سبب لمحو الخطايا والأوزار أي أن الله سبحانه وتعالى لا يبقي عليك ذنبا يمزق صحيفتك الماضية ويعطيك صحيفة بيضاء ناصعة لا ذنب فيها وكذلك هذه الصلاة توجب قضاء الحوائج والأوطار أي بمعنى كم في قلبك من حوائج كم أمور متعرقلة متعطلة لم تقضي منها وطرا فورا الله سبحانه وتعالى يقضي لك الحوائج والأوطار وليس هذا فقط بل إن من صلى هذه الصلاة فهي سبب لتنوير الظواهر والأسرار أي أن الله سبحانه وتعالى يعطيك منزلة كبيرة بين الناس ظاهرا تكون محمودا محبوبا وجيها إلى غير ذلك وكذلك في السر الملائكة تقدسك الملائكة تقدرك تحترمك فتكون رجلا أو تكون امرأة نورانيا ظاهرا وباطنا وتكونين امرأة نورانية ظاهرا وباطنا ليس هذا فقط بل إن النبي يقول في هذه الصلاة بأن سبب هذه الصلاة تكون سببا للنجاة من عذاب دار النيران والبوار أي أنك لن تلمسك النار ولن تراك النار ولن تمر على النار أبدا وكذلك سبب لدخول دار الراحة والقرار أي أن الله يوجب لك الجنة وتكون من أهل الجنة والذين يجاورون محمد وآل محمد في الجنان وليس هذا فقط بل تستحق بعد ذلك سلام الملك الغفار أي أن الله سبحانه وتعالى يسلم عليك ومن سلم الله سبحانه وتعالى عليه سليم من كل شيء سليم من الفاقر سليم من المرض من الأسقام من العلال سليم مما يخاف ويحذر سليم من الآفات والعاهات وشر الدنيا والآخرة وإلى غير ذلك لذلك هذه الصلاة من صلاها قال النبي بأنها تحمل عشر كرامات فورية وعلماؤنا الأعلام واستقوها بهذا السجع الجميل فقالوا يحصل على عشر كرامات وهي صلاة الملك الجبار وشفاعة النبي المختار والاقتداء بالملائكة الأبرار ومخالفة المنافقين والكفار ومحو الخطايا والأوزار وقضاء الحوائج والأوطار وتنوير الظواهر والأسرار والنجاة من عذاب دار النيران والبوار ودخول دار الراحة والقرار وسلام الملك الغفار ما هي هذه الصلاة الفورية والسريعة في أن تهب لك هذه العشرة هي الصلاة على محمد وآل محمد مع الأسف الكثير من الناس إلى الآن لا يشعرون بأنه من أهم الأذكار التي توجب قضاء الحوائج ومن أعلى الأذكار منزلة عند الله سبحانه وتعالى هو الصلاة على محمد وآل محمد فأكثر من الصلاة على محمد وآل محمد مئة مرة وإذا استطعت أن تصلي على محمد وآل محمد ألف مرة فأبشر بقضاء الحوائج مهما كان الصعب وإذا أهديتها مثلا لرسول الله أو للسيدة الزهراء أو لأم البنين أو للسيدة نرجس أو لأمهات الأئمة أو المعصومين فسوف بعد ذلك تشرق أكثر وأكثر وأكثر في قضاء جميع حوائجك فجرب ولا تشك برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام